السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء 22 الأول أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في الميزان وعنا أيضا اليوم في كسوف للشمس اللي هو الكسوف الحلقي والقمر رح يظل موجود في برج الميزان حتى يوم الجمعة الساعة 11 و22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي اللي هو موعد بث الحلقة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف لليل يوم الثلاثاء على الأربعاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر اليوم بما أنه موجود في برج الميزان معناته هذا هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفية لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا ومنميل للإسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية وضحين بين العشاق ولكن الغيرة يمكن تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شرائش جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية ما بين القمر وما بين الشمس وهي زاوية دائما نذكر زاوية الاقتران يعني ولادة الهلال رح تكون الساعة 6.48 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش وهي الذروة اللي هي بتكون برضو ذروة كسوف الشمس الحلقي الحلقة صارت موجودة على القناة وتأثيراتها موجودة على القناة فعشان هيك ما بدنا نسترسل كثير في الكلام عن الكسوف فإذا أصبحت هاي زاوية الإيجابية بتعطي نوع من أنواع السعادة للقمر والشمس بسعودتها ولكن بسبب الكسوف اللي رح يصير معناته نشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا كما أنه منفقد السيطرة على عواطفنا دائما عند وقوع الكسوف يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام والابتعاد عن أي التزام والامتناع عن شراء حاجية ثمينة كما منصبح أكثر عرضة للمرض علينا تجنب إجراء عمليات جراحية والحذر أكثر من الأدوات الحادة والكحوليات والمخدرات وفترة الكسوف غير مناسبة أيضا للمنافسات والرياضية وأيضا للمضاربات أو التحديات أو الرهانات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة عشر واحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لكل أعضاء الجسم إلا إذا كانت اضطرارية وبالتحديد اللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية خلال هذا اليوم الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية طبعا لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية بسبب الكسوف لأن تأثيراته بتكون سلبية إلا إذا كانت اضطرارية أيضا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة يصلح لازلت الشعر الزائد بالطرق التقليدية ولكن بالليزر ما بنصح يصلح لقص الشعر التجميلي ولكنه لا يصلح لا للصبغ ولا للقص العلاجي لا الحنة ما أمر غير ضار طبعا القمر بما أنه رح يستقر في برج الميزان أو استقر في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ الساعة 10.40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 11.22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره 29 يوم الآن الساعة 3.3 دقائق فجرا نبدأ باليوم الثلاثين نسبة الإضاءة في نهاية اليوم 0% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 عشرة سعيد الآن بنسبة 70% ساعة الظهر سعيد 0% القمر في الميزان حتى يوم 14 سعيد الآن بنسبة 60% ساعة الصباح سعيد بنسبة 30% ساعة الظهر سعيد بنسبة 0% عطارد في الميزان حتى يوم 13 عشرة منتحس بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 عشرة سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 30-11 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بسبب الكسوف وأيضا بسبب أن القمر مقابلك تماما فبدك تحاذر الخلافات وما الضخم الأمور ما بينك وبين شركائك أو ما بينك وبين الأشخاص اللي بتتعامل معهم ممكن شوي تكون مرهف الإحساس وتوتر بسبب قلق ما وهذا طبعا شي طبيعي بسبب الضغط الفلك الموجود فبدك تحاذر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يعمل مشاكل مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم ولكن بيكونوا تنتبهوا لصحتكم أكثر ولا أعمالكم طبعا كونوا منظمين وأحسنوا دارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا الصحة وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية ولكن تطلب منكم تركيز عالي وما تبذل أي مجهود زيادة عشان ما تتعرض لإصابة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبكم والتفاهم معهم ولكن التأثيرات القمر والكسوف يعني شوي ممكن هيك تشعر بإضطراب ما تشعر بالأمان ما تشعر بالارتياح تكون عواطفك متقلبة باستطاعتك صحيح التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك ولكن لا تفرض رأيك على أحبائك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية حاولوا أن تكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي موجودين حواليكم من أفراد العائلة أو من الأقارب اتفهموا الآخرين وابقوا هادئين واحموا استقراركم الصحي من التراجع ممكن تشكو اليوم من تأخير في المعاملات والالتزامات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في السفر والتنقلات والاتصالات ولكن بدكوا تحذروا أثناء قيادة السيارة أثناء حركتكم أثناء نشاطكم وتكلموا بهدوء وضحوا وجهة نظركم لاتفادي أي التباس محتمل صحيح فترة جيدة ولكن لا تعتمدوا على الحدود نهائيا إذا كان عندكم امتحان أو مقابلة خلال هذا اليوم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اليوم التركيز كله رح يكون على الأمور المالية ولكن هذا اليوم لا يصلح لأي مغامرات مالية لا تثقوا بأحد بإقراض المال أو بكفالة أو أمور زي هيك ممكن يحتاج أحد أحباكم لبعض الدعم المالي أو المعنوي إذا كان موثوق فيه طبعا نظموا أقصادكم وديونكم وما تستخفوا بالفواتير الصغيرة وحذروا من المصاريف الاستشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيطرأ تغيير الأفضل على صحتكم وبتجدوا حلول لمشاكلكم ما بتكون مقدام وبتنطلق من جديد بعد تصحيح الأخطاء ولكن بسبب الكسوف اللي رح يكون موجود عندك هذا الشيء ممكن يعمل تقلب بالمزاجة أو تفهم المواضيع بحساسية عالية وممكن في لحظات تغير نظرتك للحياة أو تحضر لتغيير نمطك أو أسلوبك أهم شيء أنك تكون متفائل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب انتبهوا أكثر لصحتكم ممكن تجدوا أنفسكم في موقع صعب اليوم أول شيء كسوف وموجود في بيت المتاعب فبدكوا تكونوا حذرين وحكيمين وحاذروا الكلام السيء حاذروا من التراجع الصحي هذه فترة ضاغطة شوي حاول أنك ما تتخذ فيها قرارات حاسمة ما تعصب ما تستفز الآخرين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم تلتقوا الأصدقاء عندك نشاط اجتماعي ولكن حذر من سوى التفاهم أو من كلمات ممكن تنفهم بشكل خاطئ من بعض الأصدقاء أو المعارف أو مشكلة أو انتقاد أثناء مناسبة ما يعني ممكن شوي هيك تنفعل فبدك تتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم إذا ركزتوا بشكل جيد بدون مغامرات بدون تهور بدون مشاكل لأنه اليوم الكسوف ورح يكون موجود عندك أساسا في بيت السمعة هذا الشيء رح يخليك تعصب أو تفقد السيطرة على أعصابك أثناء حوارك مع رؤسائك بالعمل أو تتهور أو تجازف أو تغامر فبدك تكون حذر جدا عشان تمشي الأمور بشكل إيجابي معك ممكن يكون فيه انفراج لبعض الأمور أو تتلقى إشارة إيجابية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر رح يكون في البيت التاسع ولكن برضو الكسوف موجود في نفس المكان اللي أشخاص اللي عندهم سفر بدهم يتفقدوا أوراقهم وأمتعتهم بشكل جيد وما يتهوروا وما يتأخروا وما يغامروا وما يدخلوا أماكن مجهولة واللي عنده امتحان جامع أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض ممكن يصير فيه خلاف أو صوت فاهم مع أشخاص خارج البلاد حاول قدر الإمكان أنك تحلل الأمور بهدوء وحاول أنك ما تعصب وما تختلق المشاكل برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بدكوا تحذروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان وأيضا اليوم لأنه القمر موجود الكسوف عفوا موجود في نفس البيت معناته احذر من المغامرات والمجازفات المالية ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم أهم مش أنك ما تخال في القوانين وما تجازف بأموال الغير مهما كانت المغريات الفترة هاي غير مناسبة للمغامرات المالية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر